هذا وقام صاحب السمو الملكي الأمير وليام دوك كامبريج بزيارة إلى قاعدة مسندم البحرية بمحافظة مسندم واستمع سمو الأمير وليام إلى إيجاز عن المهام والواجبات الوطنية التي تطلع بها قاعدة مسندم البحرية ودورها الرائد في مراقبة وتنسيق عبور السفن وناقلات النفط العالمية وإرشادها عبر مضيق هرمز الاستراتيجي كما قام دوك كامبريج بزيارة سفينة البحرية السلطانية العمانية الراسخ واستمع إلى إيجاز عن الأدوار والإسناد التنسيقي لأسطول البحرية السلطانية العمانية مع بحريات دول الإقليم خاصة تلك الأدوار المتعلقة بالتنسيق المشترك تجاه تأمين خطوط الملاحة الدولية فضلا عن الأعمال الإنسانية التي تسهم بها سفن البحرية السلطانية العمانية في المنطقة شكرا